هالطفلة اسمها ضوحة من رفح عمرها 8 سنين ومختفية من وقت ما نشر جندي إسرائيلي هالصورة معها على إنستجرام شو القصة؟ بحسب تحقيق للصحافة يونس تيراوي رفض إيد وزهار الجندي اللي نشر الصور يعترف وين البنت بس في جندي تاني قدم رواية غريبة عن الحادثة ادعى انه ضوحة كانت مع رجل مسن بيقربة وقت العدوان على رفح ومدهمة البيوت هنيك واتطوع عرايبة يفرج الجيش مداخل الأنفاق بغزة بس فرجيهن فتحة صرف صحي اتهم الجيش قرايب ضوحة انه بيشتغل مع حماس واخدوا منه البنت لأسباب أمنية بيت معن ضوحة لفترة رجعوا سلموها لمجموعة تانية من الجنود ما حد اعترف وين صاري الضوحة بعدين ما في شي بيأكد انه قرايب ضوحة اتطوع ليساعد الجيش المرجح انه تم استعماله كدرع بشري وهي انخطفت من قبل الجنود هاي مش أول حالي تخطف علاني لطفل من قبل الجيش الإسرائيلي بحسب الصحافة محمود أبو سلامي انخطفت البنت سمح ميدي من مجمع الشفا وأهله ما بيعرفوا شي عنا لليوم وبكنون الأول نشرت إزاعة الجيش مقابلة عن الجندي هرئي الإتاح يلي لقى طفلي بغزة وخطفها على إسرائيل حيوى للجيش ينفي القصة مع انه خيوا للجندي أكدها انقتى الإتاح وبعد ما حدا بيعرف شي عن البنت هالصورة كمان نشرة جندي بمجموعة خاصة لكتيبة احتياط بشمال غزة ما حدا بيعرف هالبنت مين أو شو صار فيها والبنت بهيدا الفيديو كمان مش معروف مصيرة أو مين هي اتهمت منظمة Save the Children والأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بشكل واضح باختطاف وإخفاء أطفال بغزة بحسب تقرير لمنظمة Save the Children في 4300 طفل مفقودين بغزة 17000 نفصلوا عن عيالهم أو تيتموا وفي 5160 طفل تحت الأنقاض مش معروف مصيرهم لليوم شكرا